المفتاح الثالث التركيز كان المفتاح الثالث بالنسبة لقراءة القرآن هو قراءته في صلاة والقرآن هو الكلام الوحيد الذي يشرع له هذا الحكم وما عداه من الكلام فلم تشرع قراءته في صلاة إلا أنه يمكن الاستفادة من تقنيات التركيز التي تحققها القراءة في صلاة ومنها أولا تركيز القلب أي تركيز التفكير على الهدف الذي تريد وهو فهم النصوص السنة واستحضارها بعمق بمعنى أن تكون واعيا لما تقرأ فتتذكر أنك تقرأ كلاما مقدسا محترما ملزما بالفقه والعمل بما فيه فتكون في كامل وعيك حين القراءة ثانيا تركيز العين أي تثبيت النظر إلى الكتاب الذي تقرأ فيه وإن كنت تقرأ حفظا فتركيز العين على نقطة معينة أو تغمض العينين ليكون أقوى في التركيز ثالثا تركيز اللسان بمعنى أن تمنع نفسك عن الكلام بغير السنة أثناء القراءة إلى أن ينتهي الوقت المخصص لها فلا تسمح لأحد أن يقاطعك ولا تجيب سائلا ولا تتدخل فيما حولك رابعا تركيز الوجه أي تثبيته إلى جهة محددة وفي هذا إعانة على التركيز على ما يقرأ خامسا تركيز اليدين أي كفهما عن الحركة فلا تسمح لنفسك أن تتحرك بأي حركة خارج ما أنت فيه من قراءة السنة فلا تجيب جوالا ولا تفتح درجا أو بابا إلا ما دعت الحاجة إليه سادسا الوقوف من المعلوم العلاقة بين القوة البدنية والقوة الذهنية للإنسان يدل على ذلك ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يسقى على حوض له فجاء قوم فقال أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه فقال رجل أنا فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اتجع فقيل له يا أبا ذر لما جلست ثم اتجعت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع فالمقصود إضعاف القوة الذهنية حتى يزول المؤثر ومن مفهوم المقابلة لهذا الحديث فإن الجلوس أعون على الفهم من الاتجاع والوقوف أعون من الجلوس فهذه ستة أمور تفيد في تحقيق مستوى أعلى من التركيز وبالتالي الفقه والفهم فتطبيقها مع بقية المفاتيح الأخرى يساعد جدا على تدبر السنة والغوص في معانيها والوقوف على أسرارها وخفاياها اشتركوا في القناة